بيس بي عبانيون سلام عليكم هلو افريبادي اهلا ابنائي وبناتي براعمل صف الاول الابتدائي هنكمل دلوقتي ان شاء الله منهجنا الازر تري توبس وان منهج المستوى رفية للمعاهد النموذجية عندنا هنا ثري الواحدة التالتة هنفتكر كده واتس دقاطعي طالف دي انت كان عنوانها ايه ياس عنوانها ماي فاملي ماي فاملي يعني اسرتي هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن لسن تو تاني درس عندنا واتس دقاطعي طالف ده اللسن عنوانه ايه الدرس بتاعنا ماي فاملي تري ماي فاملي تري يعني ايه يعني شجرة العائلة بتاعتي يلا نشوف الدرس بتاعنا ولو عايزين تشوفوا الدروس اللي فاتت هاسبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله وكمان هاسب لكم رابط صفحة الفيس يوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام يلا نشوف الدرس بتاعنا اول حاجة نتكلم عنها النهاردة حاجة اسمها adjectives adjectives يعني استفات ولمعايا كده adjectives صفات يعني ايه adjectives adjectives صفات يعني بوصف الشخص ده انه مثلا طويل قصير طبعين يه خضره يعني زرقه والحاجة دي نشوف بقى كلمة ايه عندنا اول حاجة عندنا كلمة قصير حد قصير اوصف حد نوع قصير كلمة قصير يعني short repeat after me قوله معايا الله short 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 قصير يعني short طويل طويل يعني tall 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 اوصف حد ان يعني زرقه يعني ايه عيون زرقه اسمها blue eyes blue eyes عيون اسمها eyes بوصفها ان لونها ازرق فحط اللون قبل العيون blue eyes يبقى هنا نعرف ان الادجكتف الصفة بتيجي قبل الاسم اللي هي بتوصفه blue eyes blue eyes شعر ابيض شعر ابيض يبقى ايه اللي هجيبه الاول كلمة ابيض white hair شعر اسمه hair طيب اللون الابيض اجيبه قبل الشعر اقول white hair white hair white hair عندنا ايه كمان لما اجي اقول شعر اسود شعر اسود كلمة اسود اسمها black وشعر يعني ايه زي ما اتفقنا her ايه فيهم هيجي الاول كلمة black هي اللي هتيجي الاول black hair black hair black hair كلمة صغير صغير يعني small 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 نحيف thin 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 عيون خضراء green eyes green eyes green eyes وصفنا هنا العيون ان اللون هي ايه green وحطيني الصفة فين قبل كلمة eyes عشان الصفة بتيجي قبل الاسم اللي هي بتوصفه listen and trace بص معايا بقى نوصف الاشخاص اللي قدامنا دول اول شخص شايفينه هنا بيقول لنا ده مين my father my father يعني يعني ابي my father is tall and thin tall طول يعني ايه يعني طويل زي ما احنا شايفين and thin thin يعني نحيف يبقى ابي طويل ونحيف he has black hair black hair يعني عنده شعر اللونه ايه ايوه لونه اسود زي ما احنا شايفين كده his eyes are brown his eyes يعني عيونه لونها brown يعني لونها بني بعد كده بنوصف my grandmother my grandmother اللي هي جدتي is short short يعني ايه ايوه يعني قصيرة وصيرة she has a nice smile كلمة smile يعني ابتسامة has a nice smile يعني ليها ابتسامة جميلة her eyes eyes اللي هو ايه ايوه عيونها her eyes are blue يعني لونها ازرق كمان بنوصف مين هنا my grandfather my grandfather اللي هو جدي is tall tall يعني ايه يعني طويل he has عنده عنده ايه بقى short white hair short white hair يعني شعر ابيض وصير وصفنا هنا كلمة her باتنين من الصفات مش صفة واحدة وصفناه انه لون white ابيض وكمان انه هو short يعني اصير يعني ينفع احط اكتر من صفة قدام الاسم ايوه ينفع زي ما احنا شايفين he has short white hair his eyes are black his eyes يعني ايه يعني عيونه لونها black يعني اسود بعد كده هنوصف my mother my mother اللي هي امي is short short يعني ايه يعني قصيرة قصيرة and thin يعني نحيفة she has she has يعني ايه يعني لديها عندها عنده ايبا a small nose ليها انف صغير وصفنا هنا النوز انه هي ملها small small nose her eyes عيونها are green عيونها لونها اخطر كده وصفنا الاشخاص اللي قدامنا باستخدام ال adjectives الصفات اللي شفناها من شوية طيب كلمة اشخاص اصلا يعني ايه يعني persons repeat after me يلا قولوا معايا كده persons اشخاص يعني ايه persons 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 عندنا مين بقى الاشخاص اللي هتعرف عليهم دلوقتي اول حد هو مين الطبيب طبيب يعني doctor 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 كمان المعلم معلم او معلمة teacher 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 زوجة زوجة يعني wife 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 تلاميذ pupils 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 كمان بنتعرف على places الاماكن المختلفة اللي بنشوف فيهم الاشخاص دول كلمة اماكن يعني ايه places 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 عندنا هنا مدرسة نشوف فيها مين teacher تمام يلا معايا مدرسة يعني school 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 مستشفى hospital 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 مين اللي بنشوفه في الهاصبتال الفاكرين yes doctor ربو عليكم كمان عندنا منزل يعني house 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 مين اللي بتبقى عادة في الhouse في المنزل ايوة wife الزوجة read and answer read and answer مستمعايا كده هنتشوف مع بعض passage قطعة عن الفاميلي اللي قدامنا دي شايفين التبكتور هنا what can you see here شايفين ايه فيها ايوة this is a family عندنا هنا family اسرة عندنا هنا father and mother والكيدز الاولاد واعدين هنا they are at home واعدين في البيت they are watching tv شوف بقى الفاميلي دي ما لها ومين اللي بيكلمنا وبيحكي لنا دلوقتي هنا بيقول لنا i'm خالد i'm خالد يعني انا اسم ايه انا خالد اهو i'm a doctor i'm a doctor يعني انا بشتغل ايه yes bravo عليكم انا طبيب i work work يعني اعمل i work at a hospital بعمل في ايه في مستشفى يبقى الدكتور بيعمل فين at a hospital في المستشفى my wife's name is mona wife wife يعني ايه يعني زوجتي اسم زوجتي is mona اسمها mona she works in a small school بتشتغل بتعمل في مدرسة صغيرة a small school طبيب تعمل في المدرسة يبقى ممكن تكون بتشتغل ايه 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 bravo teacher مدرسة she teaches mass بتدرس مادة اسمها ايه mass ماس ايه مادة الرياضيات i live in a big house يعني انا عيش في منزل big big يعني ايه يعني كبير with my father and mother مع والدي ووالدتي يعني دول grandpa and grandma ودي بقى خالد ودي his wife زوجته تمام i sometimes help my wife at home انا احيانا بساعد my wife اللي هي زوجتي بساعدها في البيت we are a happy family يعني نحن اسرة سعيدة زي ما شفنا من اللي كان بيكلمنا خالد بيكلمنا عن اسرته طب نشوف كده شوية اسئلة بقى نعرف نجاوب عليها ولا لا choose the correct answer يلا نختار الايجابة الصح number one let's read اقرأوا كده معايا خالد is a بيشتغل ايه خالد teacher or doctor زي ما شفنا دلوقتي ايوه برافو بيشتغل doctor طبيب number two mona is a طب mona mona بقى his wife زوجته كانت بتشتغل ايه ايوه عرفنا ان هي teacher معلمة number three mona's school is not مدرسة mona apostrophe s دي بنسميها possessive s يعني as apostrophe s اللي بتعبر عن الملكية المدرسة دي بتاعت mona mona's school is not مدرستها ليست ليست ايه ايوه is not big ما هيش كبيرة لان احنا عرفنا من القطع انها بتشتغل انا small school في مدرسة صغيرة يبقى ما هيش كبيرة number four خالد helps his at home طبعا عرفنا بيساعد مين في منزله ايوه his wife يعني زوجته number five خالد has a family ها خالد عنده اسرة مالها sad ولا happy لا طبعا هو قالنا انه has a happy family عنده اسرة سعيدة بص هنا في language نتكلم هنا عن asking about the work place يعني a work place يعني مكان العمل ازاي اسأل حد هو بيعمل فين او اسأل عن شخص فين مكان عمله بالضبط كلمة اين اين اللي بنسأل بيها عن المكان اسمها where اين يعني ايه تاني يقولوا معي كده where 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 تمام باستخدم كلمة where وبعدها باستخدم فعل مساعد does عشان عندنا هي او شي او اي اسم مفرد يعني اسم مفرد زي مثلا احمد وبعدين اجيب كلمة work لان كلمة يعمل يعني work يعني لما اجي مثلا اسأل عن دكتور خالد اقول هو بيعمل فين اين يعمل دكتور خالد كلمة اجيب بعدها في حاجة اسمها فعل مساعد فعل مساعد هنا اللي باستخدمه اسمه does عشان انت زمن اسمه present sample في المضارع البسيط باستخدمه لما كنت بتكلم عن حاجة بشكل عام هو بيشتغل وظيفته دي دايما على طول مش بتتغير فباستخدم الزمن ده في الحالة دي طب ايه الفعل المساعد اللي ينفع هنا اسمه does عشان دكتور خالد دي كلمة مفرد فاجب لها ايه does where does دكتور خالد work اين يعمل دكتور خالد يبقى شكل السؤال ازاي where does دكتور خالد work repeat after me اللي اقوله معايا تاني اين يعمل دكتور خالد نسأل ازاي where does دكتور خالد work وفي الاجابة بنقول هي هي يعني ايه يعني هو لان دكتور خالد ده مذكر اجاوب عليه على السؤال باستخدام كلمة هي he works at a school واخدين بالنا حاطنا ايه الwork حاطنا لها letter s ضفنا لها حرف الاس ليه عشان برضو الزمن بتاعنا اللي قلنا عليه دلوقتي present simple tense المضارع البسيط لما تكون الجملة بدأة به او she او it او اسمه مفرد بنزود للفعل s او es يبقى لما اجي اقول هو يعمل هقول he works he works at a hospital ولما نكون بنجاوب على سؤال فيه كلمة does اعرف ان انا في الاجابة احط للفعل s he works at a hospital هو بيعمل في مستشفى يبقى لما نيجي نسأل اين يعمل دكتور خالد نقول السؤال ده ازاي تاني where does دكتور خالد work وفي الاجابة he works at a hospital نشوف كمان مثال لو سألنا عن حد مؤنس مؤنس زي مثلا مادام خالد زوجة دكتور خالد زوجته بنسميها ايه مسز خالد مسز فاكرين كلمة مسز مادام المتجوزة ست متجوزة نقول عليها مسز مسز خالد where does مسز خالد work اين تعمل مادام خالد اللي يا زوجته في الاجابة بقى عشان هي مؤنس هنبدأ بكلمة هي هي يعني she واقول she works زي ما اتفقنا بنضيف للفعل s لو الجملة بدأ بايه he she it او اي اسم مفرد وعشان كمان السؤال فيه does فحطينا للفعل هنا s she works at a school يعني هي بتعمل في مدرسة where does miss خالد work she works at a school يبقى دي الطريقة اللي بنسأل بيها عن مكان العمل اخر حاجة نتكلم عنيها النهاردة في الدرس بتاعنا جزء من مادة mass اللي هي الرياضيات هنتعلم اول حاجة الاشارات دي معناها ايه كلمة زائد لعلامة الجامع اسمها plus repeat after me اللي قولوا معايي كده plus 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 طب علامة الطرح اسمها minus 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 طب علامة يساوي اسمها equal 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 اخد بالنا من معاني دي كويس يقول لنا هنا listen and trace لما اجي اقول المسألة اللي قدامنا دي بالانجلش هقولها ازاي كل حاجة فيهم اقولها ازاي داركم كام اتنين اتنين يعني two ودي علامة زائد زائد يعني plus وداركم كام three تمام وعلامة يساوي اسمها equals دايما بنبقى عاملينها لها اس ضايفين لها اس عشان المسألة دي تعتبر مفرد على بعضها equals يبقى تساوي اسمها ايه equals وفي الاخر الرقم ده اسمه five يبقى هننطق المسألة دي ازاي مع بعض تاني يلا كده اقوله معايا two plus three equals five two plus three equals five تمام نشوف كمان المسألة دي ده رقم كام تمانية يعني eight ودي علامة الطرح علامة الطرح اتفاقنا اسمها minus وده رقم كام 4 four ويساوي اسمها equals وهنا هتساوي برضو four طيب ننطق المسألة دي ازاي يلا اقوله معايا eight minus four equals four eight minus four equals four يبقى دي الطريقة اللي بننطق بيها العلامات دي complete and match هنا عايزنا نكمل الجمل اللي قدامنا دي باستخدام الكلمات اللي هنا وبعدين نوصلها بالمسائل اللي تناسبها من العمود ده number one يلا معايا كده one plus three equals four one one اللي ورقم كام اللي ورقم واحد فين يا ربي رقم واحد ايوا شفناه هنا يبقى اكيد دي هتبقى number d طب نقرأ المسألة كده مع بعض one plus three equals four هي فعلا دي المسألة واحد زي الثلاثة يساوي اربعة number two two وهنا بقى هنكمل بكلمة five equals seven two اتنين وعندنا خمسة equals seven تفتكروا ايه بقى فين اللي فيها two وفعندين في الناتج بتاعها seven ايوا هنبقى دي plus هي المسألة انه اللي هي number c two plus five equals seven اتنين زائد خمسة يدينا سبعة يبقى الناتج هنا seven يبقى اتنين وخمسة يطلعوا ايه سبعة لازم تكون عملية جامع وعلامة الجامع اسمها plus number three six minus three ايه three اه ماجي حسب المسألة كلمة ايه اللي نقصة هنا كلمة يساوي يساوي يعني equals طب هي فين المسألة ايوا برافولي اي six minus three equals three ستة نقص تلاتة تساوي تلاتة number four seven two equals five seven وبعدين two equals five هي فين ايوا هي المسألة دي ايه العلامة اللي نقصة تمام minus اللي هي علامة الطرح سبعة اخذنا منهم اتنين الناتج هيبقى five يعني خمسة طبعا هنوصلها هنا بnumber b read and match كده خلصنا الدرس بتاعنا نحل بقى تدريبات عليه بسرعة كده number one my name my name بقول my name ايه فين اللي ينفع نكمل بيه من هنا اوه ده احنا عندنا هنا my name is علي اسمي علي بقى نكتب عند number one c number two he is he is هو ايه ايه اللي ينفع من الاختيارات اللي قدامنا دي ايوه he is six years old يعني عمره ست سنوات number three she has she has يعني عندها لديها لديها ايه لما جوزوا في الناس اقول she has green eyes عندها عيون خضراء number four she works she works هي بتعمل بتعمل ايه at a school بتعمل في مدرسة نكتب هنا ايه number five i love i love احب ايه ايوه my family احب اسراتي او عائلتي look read and take the correct answer the correct sentence هنبص كده للجمل ونشوف انه جملة فيهم ماشية مع الصورة number one شايفين هنا كده هنا هنختار ايه she is tall and thin ولا he is short and fat اولا ده ولد ولا بنت لا ده ولد يبقى ينفع نستخدم معي كلمة ايه بس ايوه bravo كلمة هي يبقى دي الجملة اكيد المزبوطة يبقى نعمل هنا tick على المد صح number two she works at a school دي بتشتغل في school في مدرسة ولا she works at a hospital ها تفتكروا دي هتعمل فين ايكيد طبعا at a hospital يبقى هنا تكعمل الجملة number b look and complete the missing letter يلا نكمل الحرف النقص number one هنا بنشاور على الشخص ده بنوصف انه ايه طويل طويل يعني tall tall نقصها اللتر ايه بقى فاكرين yes ها نشاورها نعبا نوتل هي قصيرة قصيرة يعني short يبقى short نقصها oh تمام number three who is this ده من doctor doctor نقصها oh تمام what's this دي ايه hospital hospital المستشفى نقصها letter i نحفظ الكلمات كويس وندكد الدرس بتاعنا ولدان احسنتم اتمنى نكون فهمنا الدرس بتاعنا thank you تابعوني نكمل بقى المنهج ان شاء الله good bye تابعوني نكمل بقى المنهج اشتركوا في القناة